أكد المشرف العامل صندوق التنمية العقارية خالد العمودي حرص صندوق على تقديم كافة تسهيلات للمستفيدين وتوفير حلول تمويلية مناسبة لكافة الموجودين في قوائم الانتظار لدى الصندوق حيث تم طلاق القسط المرن وذلك بتغيير القسط الشهري حسب دخل المستفيد بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع على 65% من الدخل الشهري بعد التقاعد أو في حال وجود قرض شخصي لديه كما تم تخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5% للمسكن الأول وذلك لتخفيف عبء الدفعة المقدمة التي تشترطها الجهات التمويلية